موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر مارس لعام 2021 على الله توكلنا مشاهدين ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي عنونت أول رئيس صربي يزور البحرين وتأسيس إطار للمشاورات السياسية جلالة الملك المفدأ يده الله يأمر بإنشاء سفارة للبحرين في صربيا والرئيس الصربي يأمر بإنشاء سفارة لبلاده في مملكة البحرين وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس سربيا مأزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مع سربيا ومع صحيفة الوطن والتي نشرت الملكية للأعمال الإنسانية تحصل جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري عربي في ندوة لصحيفة الوطن إشكاليات قانونية تعيق تتبع ممارسي الأحتيال الإلكتروني وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت قمة تاريخية لتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وسربيا سماحوا باستيراد السيارات الكهربائية بداية من التاسع والعشرين من شهر يوليو القادم إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن وزير صناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تلقت عددا من طلبات تسجيل ومطابقة طرازات السيارات الكهربائية لعام 2020 وما بعدها حيث تم تحويل تلك الطلبات إلى هيئة التخييص الخليجية وكشف الوزير أن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية سيدخل حيز النفاذ بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يوليو القادم بقلم عبد المنعم إبراهيم نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا له فإلى الصطور هذا المقال المغالطات والأكاذيب التي أطلقها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين والدول العربية ليست جديدة فهو يسير باتجاه بوصلة الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا في أمريكا إذ يتخذ الطرفان الأوروبي والأمريكي من شماعة حقوق الإنسان وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وابتزازها في المحافل الدولية ولنكن واقعيين وصادقين مع أنفسنا لا أمريكا ولا حتى أوروبا تعتبران فردوس الدنيا في حقوق الإنسان ففي كلتا المنطقتين دوائر سوداء كبيرة في حقوق الإنسان داخل المجتمع الغربي سواء ضد الأقليات والديانات الأخرى في الدول الأوروبية أو ضد المواطنين الأمريكان السود والمنحدرين من أصول إسبانية أو مكسيكية أو آسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خط الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخضر الخليج والذي جاء بعنوان البرلمان الأوروبي الخطوة التالية فإلى صدور هذا المقال يجب أن لا يجعلنا قرار البرلمان الأوروبي وغيره من بيانات لجهات مغرضة أن نتوقف عن دعم السجل الحقوقي البحريني وأن نواصل العمل الحقوقي بكل إرادة وطنية قوية وشجاعة وفتح الأبواب لكل جهة مسؤولة لحقوق الإنسان بكل مهنية ومصداقية وهذا بالتمام ما قامت به الجهات المعنية في البلاد كالأمانة العامة للتظلمات التي خاطبت بعض المنظمات الوقوف على المزاعم والإدعاءات بل إن الأمانة العامة للتظلمات كانت قد استقبلت وفدا دبلوماسيا أوروبيا في الوقت الذي عمد فيه البرلمان الأوروبي لإصدار قراره الخاطئ نشر الصحيفة الأيام أن الاتحاد البرلماني العربي أدانه قرار الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن اتهامات لمملكة البحرين بأن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان مؤكدا على أن هذا الادعاء الصادر عن البرلمان الأوروبي لا أساس له من الصحة ولا علاقة له إطلاقا بواقع الحال في مملكة البحرين لفت الصحيفة الأيام أن اليوم الأحد ستنطلق منافسات الدور المفتوح للهوات لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 وذلك بإقامة خمسة مباريات وتأتي إقامة الدور المفتوح للهوى فرصة لجميع فئات المجتمع للإندماج والتفاعل نشر الصحيفة الأيام أن جامعة البحرين أعلنت عن استمرار الدراسة عن بعد لجميع الطلبة عدى المقررات التي ستحددها الكليات وهي تلك المتعلقة بمشاريع تخرج ذات الطابع العملي التي تستلزم استخدام المعامل والمختبرات والورش نشر الصحيفة الوطن أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فازت بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي حيث أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤثد جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن هذا الإنجاز الكبير يعكس رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للعمل الخيري والإنساني بيّنت صحيفة الوطن أن قوة دفاع البحرين أعلنت عن إطلاق فعاليات تمرين القيادات حسن الوطن الذي تقوم به بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من شهر مارس أجاري وذلك في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة شؤون شباب ورياضة أصدرت تعميما إلى الصلاة الرياضية الداخلية الخاصة وبركي السباحة حيث أشارت من خلاله إلى بدء العمل في تلك المشآت اعتبارا من اليوم الأحد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خط الكاتب عبد علي الغسر مقالا في صحيفة البلاد والذي حمل عنوان المرأة البحرينية في القرن العشرين فإلى هذا المقال للمرأة البحرينية تاريخ مجيد وخالد في الذاكرة البحرينية فقد سجلت حضورا متميزا أسريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا وأساهمت بقوة وفعالية بنحضة مجتمعها والدفاع عن حقوقها كامرأة ومواطنة كتاب المرأة البحرينية في القرن العشرين للكاتبتين دكتور سبيكا محمد النجار والأستاذة فوزية حسن مطر يسرد تاريخ وحراك المرأة في البحرين وأبرز الكتاب الكثير من الأماكن والأحداث والشخصيات البحرينية والعربية والأجنبية من النساء والرجال الذين كانوا شهودا على ذلك العصر وأحداثه بيّن الصحيفة البلاد أن حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تتحت مركزها لبيع تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا واند عام 2021 والذي ينطلق في الفترة من السالس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري بمجمع الستي سنتر وإلى فن الكركاتير من صحيفة البلاد إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامي الصحافتكم لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بي اش تي في اند ريديو شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة